يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم على استاذ قاهرة دولي تأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 20-26 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واصطحالة من التفاؤل التي تسود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنهى المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء الخميس على استاذ القاهرة الدولية الحالة البدنية والفنية بالنسبة للوقت اللي احنا اشتغلنا فيه تجمع ولي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمهين 29 وكان آخر لاعب جيه كان محمد صلاح فالحمد لله الأمور مشت شكلي أنا راضي عنه جدا الميران الأخير لفريق الفارعنة كان يتسم بالجدية والتركيز لحصد النقاط الثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 كابتن حسام كلهم بيحفظنا على طريق اللعب واللعب كلها دلوقتي اعتقد ان شاء الله ان احنا جاهزين بكرة كلنا ان شاء الله ان احنا نفرع الشعب المصر كله ان شاء الله كان منتخب مصر قد خاض ضد بوركين فاسو سبع مباريات لم يطلق فيها اي هزيمة حيث حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في مبارتين ما يعزز فرص المنتخب في الفوز لاسعاد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة احمد الحسيني التلفزيون المصري